أهلا بكم مجددا اعتبر الحزب الجمهوري أن سيطرته على مجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي تمثل رفضا لما وصفها بالسياسات الفاشلة للرئيس باراك أوباما الذي بات يواجه وضعا صعبا في العامين الأخيرين لولايته الثانية بعد سيطرة الجمهوريين على الكونغرس بمجلسيه مهمة ثقيلة تنتظر الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال العامين الأخيرين من ولايته الثانية بعدما حدث ما كان يخشاه وهيمن الجمهوريون بالفعل على الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ وحسب محللين فإن نتائج انتخابات التجديد النصفي ستقلب موازين السياسة الأمريكية وستحد من تحركات أوباما إلى حد كبير في الفترة المقبلة بعض من هذه التحديات أمام أوباما بدت واضحة في تصريحات زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بعد إعادة انتخابه عن ولاية كينتاكي هذه التجربة القائمة على توسيع دور الدولة دامت أكثر مما ينبغي وحن الوقت لتبديل الوجهة وحن الوقت لإعادة البلاد إلى المسار مسار الجمهوريين ووجهتهم في الفترة المقبلة ستكون اقتصادية بالعمل على إصلاح النظام الضريبي والحد من مشكلة النفقات وإصلاح النظامين القانوني والتربوي غدا سوف نبدأ العمل على إصلاح واشطن وهي مجرد ضربة أولى لديمقراطيين الذين باتوا خارج الزمن من الغد إذن تنتظر الرئيس الأمريكي مواجهات كبيرة مع خصومه الجمهوريين الذين يستعدون من الآن لحسم معاركهم الخلافية مع الإدارة الديمقراطية بمجرد أن يتولى الكونغرس الجديد مهامه في مطلع يناير المقبل أوباما في المقابل اكتفى بدعوة قادة الكونغرس إلى البيت الأبيض الجمعة في لقاء سيبدأ به ما تبقى من فترته متعايشا مع الحزب المخاصم له في مجلسي النواب والشيوخ الوضع نفسه واجهه من قبل كل من جورج بوش وبيل كلينتون وجورج بوش الأب ورونالد ريغن إذ تتخذ الانتخابات النصفية تقليدا شكل عقوبة ضد الحزب الحاكم في البيت الأبيض ومنذ انتخابات نوفمبر من عام 2010 والكونغرس منقسم بين مجلس نواب يهيمن عليه الجمهوريون ومجلس شيوخ يهيمن عليه الديمقراطيون هذا الاختلاف الحزبي لم يؤدي إلى القيام بأي إصلاحات بارزة خصوصا بشأن قضية الهجرة الأمر الذي فاقم من استياء وغضب الأمريكيين حيال الطبقة السياسية برمتها ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن سيد خالد سفوري المستشار السابق في حملة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووش كما أرحب بضيفي في الاستيديو بيدكتور مدر زهران الكاتب والمحلل السياسي والمستشار أيضا السابق للخارجية الأمريكية أهلا بكم ضيفين على برنامج ملفات أبدأ معك دكتور مدر استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ وامتلاك الأغلبية في الكونغرس هل يشكل ذلك انتصارا واضحا وكبيرا للجمهوريين؟ وبلا ريب انتصار كبير جدا ومؤشر إلى أن حرب الانتخابات القادمة التي ستبدأ قريبا انتخابات الرئاسية في الغالب ربما قد لا يكون رئيس القادم الجمهوري وضع الديمقراطيين في أمريكا صعب ولكن انعكاس الأمر من ناحية أخرى الآن أوباما ليس لديه ما يخسره من هذه الناحية ليس لديه كونغرس يحتاج أن يرضي ويحافظ على التوازنات فقد خسرها الكونغرس وخسرها لمجلس النواب الآن أوباما سيلجأ إلى إغلاق الملفات السياسية العديدة من ضمنها الهجرة من ضمنها موضوع الشرق الأوسط موضوع سوريا موضوع الأردن موضوع كثيرة عالقة سيستطيع أوباما أن يغلقها بسرعة لماذا؟ لأنه يستطيع أن يستخدم شيء اسمه الذي هو الأمر الرئاسي يحتاج إلى ثلثي المجلسين كي يعارض أمره هذا شيء مستعيل الآن معنى آخر توقعوا قرارات حاسمة جدا وغير متوقعة من أماما في المرحلة القادمة لأنه تقريبا ليس لدى الديمقراطين ما يخسرونه الآن أنتقل لسيد خالد سفوري من واشنطن إلى أي مدى سيد خالد فعليا سيطرت الجمهوريين على مجلس الشيوخ تحقيق الأغلبية أيضا في الكونغرس هو انتصار واضح وكبير يوصف للجمهوريين أفلام تصحيح بسيط اسمي خالد سفوري شكرا على التصحيح على كل أحوال الرئيس الأمريكي لديه مشكلة حقيقية ونتائج التصويت في استطلاعة الرأي الجزء الأكبر 42% من المصوطين قالوا أن المشكلة الأولى بالنسبة لهم هي الاقتصاد والمشكلة الثانية الضمان الصحي فالمشكلتين الرئيسيتين أن الرئيس لم ينجح في إقناع الشعب الأمريكي بين الوضع الاقتصادي أفضل منه الآن مما كان عليه قبل ست سنوات عندما استلام الرئاسة من الرئيس بوش هو كانت البطالة أكثر من 7% الآن البطالة 5.8% فالوضع الاقتصادي تحسن لكن جزء كبير من الشعب الأمريكي لم يحس في ذلك موضوع الضمان الصحي أعتقد أنه في مشكلتين أن الجزء كبير من الشعب الأمريكي تضرر منه بارتفاع أسعار تأمين الصحي بشكل كبير والأمر الثاني الموضوع الذي ارتبط في موضوع ضمان الصحي هو إجبار الأمريكي على أن يشتري الضمان الصحي ويدفع غرامة إذا لم يشتري وهذا بالنسبة للعديد من الأمريكيين يمس حريتهم الشخصية فإذا أراد شخص أن يشتري تأمين هو حر أن لا يشتري تأمين ضمن القانون الذي مرره رئيس أوباما سنة 2015 يبدأ بتحقيق العقوبات بمئة دولار عندما العقوبة الأولى ومن ثم إلى أكثر من ذلك فبالتالي لديه مشكلتين عليها أن يعالجهما وأعتقد أنه نتيجة الانتخابات تدلل على عدم الرضا المشكلة الثانية التغير في الانتخابات والتغير في أمريكا في التصويت لهذا الجانب أو لذاك هو التصويت للمستقلين استطاعت الرأي تقول أن 64% من المستقلين صوتوا بالأمس إلى جانب الحزب الجمهوري والمستقلين يشكلوا ثلث الأصوات وبالتالي خسارة الديمقراطيين لهؤلاء يعرضي أنه قطاعات كبيرة من الشعب الأمريكي وتحديد المستقلين غير راضين عن أداء الحزب الديمقراطي وهذا يجب أن يعطي الرئيس رسالة نعم شكرا لك سيد خالد أعود لك دكتور مضر هل فعليا كما أتى على ذلك السيد خالد سيطرة الجمهوريين هي مقياس فعليا لشعبية أوباما والديمقراطيين والرضا فعليا عن أوباما وحزبه باختصار شديد الرئيس أوباما خسر الكثير من مصداقيته وخسر الكثير من قبول حزبه ورئاسة الرئيس أوباما سيكون لها ثمن على الحزب الديمقراطي في المستقبل المنظور الطويل ولكن نرجع أنه قناة عربية نحن نهتم بالمنظور للعلاقات الخارجية تجاه أمريكا أكثر من التأمين الصحي أكثر مما يخص الأمريكان نحن الآن نرى رئيسا أمريكيا هو وحزبه لم يعد لديهم ما يخسرونه لأنه مش ممكن مستبعد يكون الرئيس القادم للولايات المتحدة ديمقراطية وبالتالي هناك ملفات عديدة كما ذكرت سيتم إغلاقها بشكل غير متوقع وبدأت ربما غرفة أركان الحرب الأمريكية منذ الليلة في مكتب الرئيس أوباما سنرى تغيير جذري في سوريا قد لا تنتهي المشكلة ولا تنتهي المشكلة السورية قريبا سنرى بعض الدول ذات الملفات العالقة وعلى رأسها خلينا يكون واضح الأردن المغرب الجزائر هذه الدول ستبدأ تتحرك الآن في 2015 لأن السيد أوباما ليس لديه ما يخسره وليس لديه من يجيب إليه كل شيء سيمشي بقرار ديكتاتوري من الرئيس حسب ما يبيح القانون الأمريكي إذن السنة 2015 أعتقد سنشهد أشياء غريبة جدا ولكن في نقطة واحدة هنا أريد أن أكرر الضيفكم السيد خالد ربما يتفق معي أن فشل السيد أوباما في التصرف في الشأن السوري كان له ثمن هائل في مصدقيته وهيئته في الهيئته في الولايات المتحدة حيث أظهر أمريكا على أنها ضعيفة وهنا بالمناسبة دعني أكون واضح كشخص يعرف واشنطن جيدا الرئيس أوباما تلقى نصائح واضحة من حكام دولة الإمارات تلقى نصائح واضحة من حكام المملكة العربية السعودية كانت نصائح واضحة أن يتصرف في الشأن السوري ولا يتركه عالقا الآن هذا إفلاس سياسي كبير للحزب الديمقراطي بإضافة إلى عدد هال من الأخطاء الدم السوري الدم السوري صلط يوم أونس في أمريكا سنكمل الحديث في هذه النقطة ولكن سننتقل مباشرة إلى واشنطن ويبدو واضحا أن هذه الصور تأتينا مباشرة يعني كما يبدو واضحا عفوا تأتي مباشرة من واشنطن وهي تعليق للرئيس الأمريكي باراكو أوباما على نتائج الانتخابات النصفية ويبدو أنه يتحدث عن تخطيط ربما جديدة أو استراتيجية جديدة باستخدام القوى العسكرية ضد تنظيم داعش إذن هذه الصور تأتينا مباشرة وهي تعليق للرئيس الأمريكي على نتائج الانتخابات النصفية أعود لاستكمال الحديث وأنتقل للسيد خالد من واشنطن يعني سيد خالد في النقطة التي كان يتحدث بها الدكتور مدر إلى أي مدى هذه الانتخابات أو نتائج هذه الانتخابات برأيك ستحد من نفوذ الرئيس الأمريكي باراكو أوباما من نفوذه السياسي بعد سيطرة الجمهوريين هي ستعيق العديد من خطته ولكن في النهاية الرئيس الأمريكي يملك صلاحيات هو الذي يصنع السياسة الخارجية وهو القائد العام للقوات المسلحة فإذا قرر شيء يستطيع أن يقر ويستطيع فقط أن يبطئ من سياسته أو يعيقها في بعض الأحيان أو يخرب عليه في أحيان أخرى لكن في شكل عام أنا لا أعتقد أنه تغيير كبير فالأصل مجلس النواب لم يكن بيده وكان هناك إعاقة بشكل مستمر على سياسات الرئيس من قبل الجمهوريين في مجلس النواب وبالتالي التغيير لن يكون كبيرا جدا وأعتقد أنه الديمقراطيين يهمهم أن يتم تعديل سياسات الرئيس فحتى لو قام بإجراءات غير راضين عليها أعتقد أن سنار بعض الديمقراطيين الذين يقفون ضد هذه السياسات لأسباب عديدة أولا انتخابات 2016 الديمقراطيين لا يريدون أن يفشلوا في الانتخابات مرة أخرى أعضاء مجلس النواب والشيوخ لديهم انتخابات بعد سنتين صارت غطوع على الرئيس من أجل أن يخفف أو يكبح جماع سياسته التي يختلف عليها المواطن الأمريكي العادي من أجل أن لا يخسروا انتخابات أخرى بعد سنتين وهذه ميزة النظام الديمقراطي أنه عندما أنت تقوم بأخطاء تضطر أن تصححها نتيجة أنك لا تريد أن تخسر هذه الأصوات أنا أعتقد في الموضوع السوري لا شك أن الرئيس أوباما كان موقفه المتردد مسؤول بشكل كبير عن انتشار داعش والذي حصل في سوريا لكن المشكلة الكبرى أنه حتى الحزب الجمهوري ليس متفق في هذا الموضوع يعني عندما قام سنتور مكين في المطالبة بالتدخل العسكري في سوريا لم يكن لديه دعم داخل حزب الجمهوري وبالعكس كان هناك أحد القادة الجمهوريين سنتور راند بول اعترض على التدخل حتى الحملات الجوية واعترض على وجود أي قوات على الأرض وجزء كبير من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ يعترضون على التدخل العسكري وخصوصا إذا كان يعني إرسال قوات أمريكية على الأرض فهذا الموضوع أعتقد المسؤولية على الحزبين وليس فقط على الرئيس أوباما نعم أعود لك دكتور مدر يعني كنا نتحدث في نقطة هامة قبل أن ننتقل إلى واشنطن مباشرة موضوع الملفات الهامة التي يمكن أن يعرقلها أو يؤخرها الجمهوريون أو يطالبون ربما أوباما بتنازلات لتمريرها بما يخص منطقة الشرق الأوسط إلى أي مدى سيؤثر ذلك يعني هل سنشهد تغيير في السياسة أم هناك مبالغة إذا قلنا أو كما طرح السيد خالد لن نشهد هذا التغيير التغيير في السياسة هو الآن في نقطتين عندما يفشل أي حزب سياسي أمريكي تاريخيا فورا يلجأ إلى الحرب وعد ذي دوغ يسمونها أو إشغل الكلب كما يقال يلجأ إلى الحرب حرب مونيكا نذكرها عندما الرئيس الأمريكي فضح في الطرق أن يعمل حربا مصغرة في العراق الآن إذا مثلا الانتخابات بعد سنتين الرئاسية والكونغرس من مرة ثانية لو كان في حرب مشتعلة يقودها الجنرال أوباما سيكون فيه إنجازات كبيرة مثلا حرب داعش الوضع في سوريا إلى آخره أيضا فيه من أيضا يعني خلال نحكي فيه أيضا مداخل الكونغرس في مثلا أنا لن أذكر أسمها لأسباب عديدة في أحد الدول مثلا أحد الأنظمة الآلة للسقوط في العالم العربي منذ زمن نشاط قائد هذا النظام أو ملك هذا النظام أو رئيس هذا النظام نشاطه داخل الكونغرس وعلاقاته داخل الكونغرس أدت إلى الإبطاء في سقوط وحتى يومنا هذا حتى أن الكونغرس نفسه والسيايين مستغربين أنه كيف ما سقطش لحد الآن مثلا هاي النوعيات علي عبدالله صالح ممكن نظام الأردني ممكن حتى نظام دول أخرى هاي الآن ستبدأ ملفاتها بالفتح لأن الرئيس أكثر من مرة شاهدنا عدة رؤساء كانوا ينهوا ينهوا خياراتهم الصعبة في آخر فتراتهم وهنا سأذكر عندما خسر الرئيس بوش رئاسته بوش الأب إلى كلينتون آخر إنجاز أنجزوا خلال الساعة 11.55 دقيقة يعني قبل خمس دقائق من تركوا البيت الأبيض قصف مكثب بالصواريخ على مقرات المخابرات العراقية يعني أنا أعتقد في ملفات مفتوحة وجارحة ومضرة للديمقراطيين لأنهم أفلسوا في الداخل محتاجين الآن للعمل في الخارج وفعلا زي مذكر الزميل مجال حرية الرئيس هو في الخارج الآن فهو الآن إذا أراد أن يقوم باستعراض لم يكن هناك استعراض أجمل من أن يقول أنه والله حررنا سوريا من الأسد وقضينا على داعش مثلا أعود لك سيد خالد يعني عندما يتوجه الناخب الأمريكي نحو الجمهوريين يعني بعيدا عن الديمقراطيين في هذه الانتخابات هل يعود ذلك بسبب الملفات الداخلية أم بسبب التحفظ على الملفات الخارجية التي أتى الدكتور مضر على ذكرها لا أنا مثل ما قلت صحيفة الواشنطن بوس لهم في الصفحة الثانية تقول أنه الموضوعين الصفحة الأولى في الموضوعين الأكثر أهمية كالموضوعين داخليين موضوع الضمان الصحي وموضوع الاقتصاد يعني 42% قالوا موضوع الاقتصاد و27% قالوا موضوع الضمان الصحي فالمواطن الأمريكي بشكل عام معني أكثر في وضع جيب وأكثر من أي شان آخر قد يكون مهتم بموضوع الأمن أو موضوع السياسة الخارجية لكن هو موضوع ثانوي قد يساهم في شكل آخر بإقناعه بشكل أكبر أن يصوت بهذا الاتجاه ذاك لكن السبب الأساسي في التصويت هو نظني على شعوره بأن وضع البلد لا يسير بالاتجاه الصحيح وحقيقة هناك شيء مهم نجب أن نعرفه أنه رغم أنه شعبية أوباما 42 إلى 44% فإنه شعبية الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهورين هي أقل من ذلك بكثير ويأقل من 20% بالتالي المواطن الأمريكي غير راضي عن النظام السياسي الأمريكي الموجود لكن هو يعتبر أن الرئيس مسؤول على جزء أكبير من هذه من الوضع الحالي اقتصادياً وعلى فرض مشروع الضمان الصحيح وبالتالي يصوت إسقاط حزبه في الكونغرس لكن لا نستبعد بعد سنتين إذا لم ينجح الجمهورين في إنجاز أي تعديلات يطالب بها النخب الأمريكي أنه قد يعاقب الجمهورين بعد سنتين وهذا حصل في السابق نحن شاهدنا أنه قبل ست سنوات عندما انتصر الرئيس أوباما في البيت الأبيض كان هناك سنامي أو اجتياح للمجلسي النواب والشيوخ من قبل الديمقراطين بسبب عدم الرضا من سياسات بوش فالمواطن الأمريكي والنظام السياسي الأمريكي وضع بطريقة أن السلطات لا تسلم إلى جهة واحدة فقط فنرى أنه الكونغرس يسيطر على جزء كبير من الدولة بشقيه مجلس النواب والشيوخ والرئيس يسيطر على الجانب الآخر والمحكمة العليا تترجم القوانين وبالتالي السلطات الموزعة في ثلاث جهات والشعب الأمريكي يتمتع بأن يعاقب السياسيين بأي طريقة يريد لأنه لديه وسائل مختلفة معاقبتهم عندما لا يكون إراضي عن الأداء السياسي وخصوصا على الوضع الداخلي وإذا كان الوضع الخارجي في موضوع الأمن والإرهاب مثل ما كان سنة 2002 على سبيل المثال فأنه قرر إعادة انتخاب الجمهوريين لأنه يعتقد أنهم أفضل في الدفاع عن حدود أمريكا أو الدفاع عن أمن الولايات المتحدة نعم يعني إن كان دكتور مضر كما أتى السيد خالد على أن المواطن الأمريكي يهتم بالوضع الداخلي بالدرجة الأولى هناك من رأى أن أوباما حقق بعض الإنجازات على الصعيد الاقتصادي كان هناك تراجع بمستوى البطالة كان هناك نمو في النواتج الداخلي كان هناك إصلاح للنظام الاقتصادي ولكن كل هذا لم يحسم لأوباما داخليا إن كان المواطن الأمريكي يهتم بهذا بالدرجة الأولى لماذا؟ والذي أحكي أن المواطن الأمريكي أول ما يحكم كما ذكر الزميل جيبو ولكن فيه عندهم منظور الأمريكان يعني متفوق منظور التفوق الأمريكي أنا كشخص عاش جزء كبير من عمره في الولايات المتحدة بلمس ويمكن الأخ خالب باتفق معي فيه عندهم منظور غرور الأمم الأمريكية أو عظمة الأمم الأمريكية الإعلام الأمريكي عندها مثلا فاكس نيوز من القنوات المضادلة للحزب الديمقراطي بماذا كانت تلوم أوباما خلال آخر سنتين أو آخر 18 شهر برنامج النمو الصعي أو عفوا التأمين الصعي أنه برنامج فاشل وسيء وفشل في سوريا وفي مكافعة الإرهاب إذن في النهاية الضمير الأمريكي يحتكم إلى الطرفين لو كان يعني الآن هو يعني المشا في أوباما الآن هو سنضع نقاط على العروف لديه حزب ديمقراطي يخشى أن يخسر انتخابات الكونغرس القادمة ويخشى أن يخسر الرئاسة القادمة وفي الغالة هو سيخسر الاثنين الآن في ضغط داخل حزبه أكبر ضغط عليه هو حزبه أن يفعل شيء ما يفعل شيء ما يصعب أنه يستغني على البرنامج للتأمين الصحي ممكن يعدله يصعب أسهل شيء أنا برأيه هو الهروب للأمام القهقرة باتجاه الحرب في الخارج وتصفية الإرهابيين على الطريقة البوشية ولكن بطريقة ديمقراطية ناعمة وصلت الفكرة عذرني على المقاطعة دكتور مدر لكن ده من الوقت دكتور مدر زهران المستشار السابق في الخارجية الأمريكية شكرا لك وأشكر أيضا ضيفي من واشنطن سيد خالد صفوري المستشار السابق لحملة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش على هذه المشاركة إذن ملفات متواصل من الغد العربي من لندن تتابعون فيه بعد الفاصل البرلمان اللبناني يقر تمديد ولايته بغالبية كبيرة إلى عام 2017